قسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه والله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب شرعية وأسباب حسية لديه آلم في بطني أخذ شيء من الدواء وشرب أو شيء من الأعشاب وشرب هذا سبب محسوس ملموس أو أخذ يقرأ على بطني الفاتح هذا سبب شرعي رقية شرعية هذا يصح إذا كان لقسم الأول يكون طب ما جعل الله سبحانه وتعالى أسباب سبب والله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب شرعية وأسباب حسية كده دществahi. أول أول게 لديه artificial أنه يجعلن تواسعهم محافظون بإمكانهم إلا أخراج المحافظين وأخراج المحافظة القيامة مثلًا إذا أرغبهم يجب أن أغلقه إنه سرائع املكه لمحافظة أو أخرج المحافظة يجب أن تطعبهم وإلهاتهم ، سرائعه إلي أن يجب أن تؤمنه إنه رغب أن يكون هم شخص منهم نكيد من أماكن مننا ناوصهم على بي نخلق ونهادوات أدفعه راس تور أو أسد أو حود الذهاب بير أمع أو الأوض أو أنطارات أو دعنا او عين او كف او اكتب بعض الكتابات او اتبع اشياء من البحر او من الحيوانات الميتة مثلا اماذا تضع هذين اشياء اقول لن الله سبحانه وتعالى جعلها اسبابا لدفعين اقول هذا شرق صار لن الله سبحانه وتعالى لما جعلها سببا لا حسن ولا شران اقول لأن الاشياء strategically قراءة الأشياء فهذا شرق صار و إذا يعتقدوا أنه التي تطهدوه جن و الشياطين و العين فهذا هو شرقة الأكبر وقد اعتقدوا أن هذه الأشياء تعملت و على اشياء اشياء أتبوه أنه صار و تحث cuه رجل الكسن نبي صلى الله عليه وسلم يضعوا أنه ليه داب في وكذبه وكذبه أولاد لم يضعوا أن نبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فلا نضعها فسلانيك صلى الله عليه وسلم اما اي جفتنه اي قوة اي ديكو اي نيه تو وضعها فلا نضعها